بسم الله الرحمن الرحيم هذا درس الثالث من كورس عنظمة التحكم أو الـ Control Systems سنحل اليوم مع بعض الاختبار الأول بتاع السنة اللي فاتت وهو Quiz 1 Solution سنحله اليوم مع بعض بإذن الله وهو كويس بسيط جدا ويعني لا يوجد غيره فهذا المتاح قدامي وبكرر ثاني أي حد كان منتظر النشئ ينزل قبل الميت ترم ومنزلش فأنا بعتذر لك يا صديق العزيز بإذن الله يخليك معي بعد الميت ترم قبل الفاينل بإذن الواحد الأحد وهو أحلم عليك كل شيء وهنتظبط الدنيا على الآخر فأخليك معي النهاردة ستجد كل سؤال عام نقول لك تحتي الإجابة بتاعته السؤال إجابة بتاعته وهكذا عشان بس لو حبيت تنجز ويومش عايز تسمع الحلقة تعال انت برا لما يعد لاتي اهو بص بيقول لك عندنا High Pass RC Filters المفيد ان انا لسه مش عارش الفلترز اصلا الدرس ده سابق قوانو لو انت بتسمع الكورس في سنة جاية فلسه ده ما تشرحش انا احلم على الناس اللي ذاكرت عموما حلو فأنا او ما يجيلي High Pass Filter او Low Pass Filter قدام القانونين القانونين اللي هم اللي هتحب يتحلمهم اي مسألة وغالبا هيجيلك واحد عليم كمان شوية في الكويز فانت هيجيلك مسألة من مسألتين يا High Pass Filter يا إما Low Pass Filter كلمة High Pass و Low Pass قانونهم محفوظ جدا فانت بتجيب ايه؟ بتجيب علاقة بنسميها علاقة Vout مع Vn بنجيب Vout على Vn بيساوي ايه؟ وال Vout على Vn بيساوي ايه؟ في حالة Low Pass وال High Pass اللو اكي انه حاجة سغيرة فالبسط بيقى واحد فقط حاجة سغيرة لكن الهي بيبقى حاجة كبيرة ايه اللي بتحط في البسط؟ الرشي اللي احنا نحفظونا ال F على Fc التردد السيجنال بتعيتنا على تردد اللوه اللي بنسميه Cut Off Frequency لو انت رسه مذكرتش فصباح الكل هلوك على جزر الجزر اللي في المقام ما لديه اي دعوة المقام ده ثابت جزر واحد زائد F على Fc الكل سكوير وهنا نفس المقام ده اخو بالزبط خطه نور ايه فرق يبقى الفرق بين اللو اللي فوق ده قانون اللو والتحرد ده قانون High ايه الفرق بينهم فرق واحد بس وهو اللو بيبقى البسط صغير يعني صغير واحد انا بس بحفظه لك من كم يلاجعه ده مجرد Derivation عادي خلص والهيو البسط كبير فيه قيمة فيه حاجة مكتوبة فيه اللي هي F على Fc اللي هي نفس التحت نوع فيه ناس بتحب تختصر يقولك انا لو خطتك الترم ده من تحت common factor هيتطلع برا الجزر بايه هيتطلع بF على Fc وساعتها هنا يبقى جوه ده بقى واحد لما تاخد common factor حلو؟ وده بقى كام؟ هيبقى مقلوبها هيبقى Fc على F الكل سكوير وده هيروح مع ده ويتفضل لك واحد فوق برضه فيطلعه شكل القانون الفوق بس ده مقلوبة يقولك ده تحت لهاي وده تحت لهاي انا محبك تحفظ ذلك لانك تلغبت هتأتي في مرة لا يعرف F على Fc والفc على F انت تحفظ المقام انه ثابت وان البسط كبير عشان هاي وان البسط صغير عشان لو حلو؟ ولو حبيت تحل معادلة على الآلة وعيس تسهل الدنيا خد common factor بواحد وانت في ساعتها تبقى ايه؟ هتعفص تصرف يعني هوريك دائت فأنا واحد قال لك خيباس الفc بثلاثة ونصف اشيل دي وضع ثلاثة ونصف حلو؟ والتانية بواحد يبقى تشيل الف وضع واحد السيجنال بتاعتي ترددها بواحد والفc ترددها بثلاثة ونصف وهنا نفس الكلام هنحط واحد على ثلاثة ونصف احسب ده على الآلة شوف الفي قاوت على الفي هتطلع بكم؟ ده المطلوب ليه؟ بيقول لي هاتل لسه هشعلك حتة مهمة هنا هتقوم ايه له بقى؟ واحد فوق واحد على ثلاثة ونصف على جزر واحد زائد واحد على ثلاثة ونصف الكل سكوير طلع النات الكام؟ طلع 0.274 تقريبا 0.274 ليه 275 طيب واحد يقول لي انا هترحى من الواحد ده كده انا الرأي الشخصي له هم لا تفهمش الدرس كويس لان كلمة التنويش انا قلتها في الدرس اللي فاد على الفكرة لو اصلا قبل الفلترز حتى قلت له في حاجة اسمها جين جين ده هو علاقة الفي اوت مع الفي ان ده بتبقى حجم اثنين احفظك كان ده وفهمه بسرعة حشان ننجز حلو؟ حجم اثنين يا اما الرقم يبقى اكبر من الواحد اكبر من يونيتي وساعتها يبقى انت بتعمل امبليفكيشن امبليفكيشن يعني تكبير لما يكون الفي اوت على الفي ان برقم اكبر من الواحد معنى كان الفي اوت اكبر من الفي ان انها اقل منها فالتحو اقل من الواحد اي حاجة اقل من الواحد بنسميها التنيووشن على طول مالههاش دعوة بنوعز التردد الذي تشيله ويضعه التنيووشن ماناها ان ايه فممكن استخدم ستخدم في الواحد فممكن اطلق على اي فلتر من الاستخدامه اللي انت امتلكم في المنهاج الخاص بعمل عميط التنيووشن ليه? لان اخلي علاقة الوية عن المض في ان تطلع رقم أقل من الواحد. فلو طلعت 3% أو لو طلعت 97% الاتنين بالنسبة لي أقل من الواحد. 97% على 100% أقل من الواحد. 3% أقل من الواحد. فكورد من سميه attenuation. فلا تطرح من واحد ولا تعمل أي شيء. أما يقول لك هاتل attenuation في الفلتر يقصد هاتل V أو تعال VN بتسوقع. سواء بقى القانون ده أو القانون ده. لا تشغل لك موخك أول من المفضل لأنه سهل. حتى لو شغلتها ستوصل لأنا قلت عن هذا. لا يوجد شيء تطرح من الواحد خالص. تصغير. V أوت على VN لما تكون أقل من الواحد معنى كان V أوت بتساوي رقم أقل من الواحد في VN. يعني راتيو نص ربع خمسة. فنعمل أقل له. أقل له يعني نضعفه attenuation. فهيقول لك هاتنسبة ال attenuation دي. تلعت معنا كم? 0.275. يبقى صغره بس خلاص. يبقى ديك نسبة تصغير. ما اللي يخليك تقول لنا هاتنطرح دي من الواحد. مين قالها لنترحم الواحد. فهمي الفكرة. هذا كان سؤال تسأل لي. طيب جئنا بعدها سؤال في الشابط الرقوني خالص. يقول لك عندك instrument أو جهاز معين. أداة القياس. عندها accuracy. قلنا الأكيروس هنا. نستخدم كلمة الدقة للتعبير عن عدم الدقة. عن error يعني. error عبره عن 0.5% بالزيادة أو بالنقصان. رأي حاجة ييمين وشمال كده. لو عندي قيمة فأنا هزيد عنها من 0.5% من حاجة. وقال لي أو إلي عنها من 0.5% من حاجة. لو انا مثلا قيمة الأصلية الحقيقية 10. ممكن نتج يطلع لي 10 وحتة. أو 10 ونقص حد. حلو؟ هذا الرئيس من إيه؟ قال لك من full scale. سرحنا في أول درس خالص بقى. يعني من full scale؟ قال لك skill كله الجهاز اللي بقيس بي بي اس resistance. حلو؟ skill كله بدأ من 0 إلى 1500. هذا اللي اسمه full scale. هو ده full scale. دعي لك مش range. full scale المقصود بقيمة القصوى اللي هنا دي. هي دي full scale. فأنا full scale عندي 1500. لكن لو قال لك range. دي ساعتها تطرح الاثنين من بعض. لكن هنا بيقول لي full scale مباشرة. فأنا حتى مساهل عليك. سأعطي لك صفر عشان إيه؟ سواء واحد طرح أو ما طرحش في الدنيا تمشي يعني. فمن فكرة طيب يبقى 1500 هو ده اللي هجيب منه الرئيس. يبقى أنا الرئيس بتاع النص في المية يعني نص على مية. مش خمسة في المية. خلي بالك من فرق. لأ ده نص على مية كل ده الرئيس من مين من 1500. ده المقدار اللي هزيده في مرة ويقله في مرة عن أي قيمة حقيقية هقرأها. يبقى ضرب دف ده على ده. يطلع لك كم؟ نص. 1500 على المية بكام؟ 15. نص في 15 يديك سبعة ونص. حلو. سبعة ونص قوم. ده الإرر بتاعي. بالزيادة أو بالنقصان. جنبيه مجاب أو سالب كده. هو بيقول لك لو أنت قريت 397. يبقى أنا قريت 397. دي القيمة الحقيقية. أنا بقى الجهاز ممكن يديني كامل. ممكن يديني أصغر منها بسبعة ونص. يديني ثلاثمية. تسعة وتمانين ونص. أو يديني ايه؟ أو يديني قيمة أكبر منها بسبعة ونص. ده الرينج اللي ممكن يطلع القيم من داخل. يبقى يديني ربعمية واربعة ونص. يعني ممكن زيد عن القيمة الأصلية بسبعة ونص. أو أقل عنها بسبعة ونص. ممكن يطلع لي أي حاجة in between. لأن الجهاز الأقصى الروم الممكن في جهة اليسار هو ده. الـ range الجديد بتاعه القيم الممكن تطلع في جهاز هذا. يقول لك أي من القيم الأقاتية؟ اين هي؟ التي يمكن أن تكون ناتج لك. يعني هتشوف القيمة التي تقع في الـ range. ده برى الـ range لأنها أصغر من أصغر ممكن. وده أكبر من ربعمية واربعة ونص. فبالتالي هي أكبر من أكبر قيمة ممكن تطلع. وده نفس الكلام أكبر من أكبر قيمة. هي ربعمية واربعة ونص. فالربعمية وخمسة ده برى الـ range. مفيش الرر هيوصلني لده. انا حسبت الرر خلاص. واقصى الرر ممكن هو سبعة ونصف فبالتالي هوصل لربعمائة وربعة ونصف. فيستحيل ده يطلق. يا مين اللي ممكن نطلع تلتمائية وتسعين؟ يا تلتمائية وتسعين ممكن تطلع لما كنا الارر بتاعي مقداره سبعة بالنقص. هطلع تلتمائية وتسعين عادي. يبقى طالما انا انبتوين في الرينج هنا يبقى انا تمام. سواء. مجاب أوسان. لو قالك كان في القيم. لو كان ربعمائة وواحد في القيم كنت اختارها ربعمائة وطلين اختارها. حسابها انت ايه مجموعة كان في سنوية ايه. انزل. خذ ديه. بص احنا مشرحنش الامبليفاير صبعا. والصراحة انا ما ارادر شكروتها. انا مش حاجز اكروت اي حاجة والله يا جماعة. هذا السابن انا ممكن ااجل اصلا شباتر كتير لبعد المتر. عشان نشرحها في ضمير. الحاجات دي ممتعة وحرام لحد كراك فيها. انظر الامبليفاير سنحله بطريقة زمان. الامبليفاير زمان قلنا له قاعدتين تحل بهم اي امبليفاير في الدنيا. تجيب بك قاعدته وتجيب الريليشن بتاعته. انك بتقول الرجلين بتوعه ببساطة جديدة. الرجلين دول الطيار اللي عليهم صفر. لازم لا يوجد طيار يخش. منعتبر ان هنا المقاومة المقاومة كثيرة جدا. تمنع مرور الطيار. فمنقول ان الطيار اللي هنا صفر وطيار اللي هنا صفر. وهذه بديهيات. فبالتالي اي سلكة من دول لو لقيت لها. لو جاهل لها شيء من تحت. مش هتخش فيها حاجة. هيكمل على الفوق على طول. ديه المعلومة. ونفس الكلام في الهين. لو كان فيه فرع يعني هنا. كان اي طيار هيجي منه. مش هتخش يمين. كان يخش في طريق البقى. ديه اول معلومة. يبقى اول معلومة ان اي المجب. بتساوي السالب. والتنين بيساوي صفر. ده لو انت يعني اول قاعدة تعرفها. القاعدة التانية. هو ده الان في ان يبقى هناو. والفي او تنو. يمكنك تجد العلاقة بين الاثنين دول. بالسهول او لو عرفت القاعدة تان دول. طيب. وتحل بعدها مسئلة سلكة. سأل بقى اولريك. مستسس السهولة. ديه دايرة السهلة هي اللي بتعبر على النقط التقاطع. لكن ديه ليست تقاطع. ديه اكد انها كوبري. ده اكد انه معدين من فوق بعض. تبدو كده. جميل. هذا الاحمر. سلك الانبوت متوصل بجزء الموجة. ماذا رجل الموجة بها ل пре كل هذا الطيار 0 ؟ يوجد طيار الصfreiiend للقاعدة موصل على الاحمر würde. وبالتالي احده مع المقامة بال الدول. المقامة الطبيعية لديها 0. فهي LS قولها لكنها بدانا مذه Brilliant didn't weg. فالانبوت عن طيار. ski نوع من υ Delaware n عمل من دول جهد تار رجل الاجحمة الآن كلها. كل الرجل المتوصل بالموجة بت diffded كلها جهد هي V n. وبالتالى جهد الرجل لديه التانية جادة فقط فا من المنطقة لا تضعه في أي مكان. تضعه عند الرجل بالضبط. امسك الرجل يفضل المشي حد ما قبل ما تخطلت بأي كمبولة. يبقى دي فين و دي فين. دي المعادلتين اللي قلنا عليه. انتهارات بصفر. و الجهود الترافين متساوية. ابدأ بقى حل. هنا دي جراوند. دي أكيني مش شايفة خلاص. لان انا خلاص. اهملتها ليه لان انتهار المشي بصفر. لان الرجل اللي انا متوصل عليها صفر. وصلها بالأمبليفير مباشرة. اللي كان هيعملها كده هو. ويفكر ان دي تقاطع سيعوك الدنيا. ده ليس تقاطع. ده اكينها كبري. دي فين فكرة الرجلي مش وصل. التقاطع يعاني على نقطة مظللة كده. مهم. فده اكيني مش شايفة. وهبدأ اعمل بقى ايه. بنبدأ نعمل سيركتس. بنقول ان فيه طيار مثلا ماشي كده هو. بنفترض اماكن طيارات. وهنا اصلا الطيار اللي ماشي صفر فأكيني مش شايف حاجة. ده مجرد بس. يعني فايد الدينة عرفتني ان الجهد الثانية متساوي معها يبقى فين برضا. سنبدأ نشتغل على دول بقى. على الرجل اللي هي واحد كيلو. هقول. ان الطيار ماشي من الجهد الكبير للصغير. من صفر لحد اللي فين. ده فرق الجهد. على المقاومة في السكة اللي هي واحد كيلو. ده كده الطيار اللي ماشي. بيساوي الطيار اللي هيجي هنا هو ده اللي هو بالأحمر للطيار ده. ما هنا رسمتها على الرسمة يبقى انكمل على الفرض اللي رسمناه يعني لو شخص كان نعمل دي تحت كده هو كنت تقول له صح بس تكمل بقى فوق بنفس المنطقة كميل؟ طيب بيساوي الجهد الكبير البدئ بيه V I ناقص الجهد اللي رايح له V out يبقى كبير ناقص صغير ده فرق الجهد على المقاومة اللي في السكة يساوي الطيارة اللي ماشية يبقى اننا عملت ايه؟ جبت معادلة للطيار اللي هنا ومعادلة للطيار اللي هنا وقلت بمايني اصلا مفيش حد يحوّد يمين لان الطيار اللي في الأمبليفار بصفر يبقى هو هو الطيار وانتم نستمعون ببعض جبت علاقة بين ايه و ايه؟ هو بيقولك هاتلي بقى V out على V N هو طالب V out طالب V out على V N طب نجيبها ازاي؟ اقسم المعادلة للطيار على V I هيبقى هنا واحد وهنا واحد وهنا V out على V I هتعرف ايه تجيب دي بإدك؟ سهل أبو حط 99 دي هناك هناك بالسالي بقى سالب 99 كي على كي هيروحه كيلو على كيلو اودي دي مكان دي و دي مكان دي هيبقى واحد ناقص 99 يعني مية في الآخر هي ال V out على V N كلام بسيط او يا جماعة محبش بقى اللي هو يقول لي دي كتعافيكة non inverting فانت كده تبصم جاء القانون لا ما تبصمكش حاجة خليك بس ماشي كده بالحب لا لحد مش رحنا الدرس فاعلمك الاول الفهم بعدين نبصمك لا يلا الله انا اجاب كله تحت دي كي ايبقى اصلا بص هنا مدي لك Bridge وديها تيجي في امتحان كمان شوية اسمها بس مني ال Bridge بيدي قانونها محفوظ او يقول لك انها في حالة null detection دي شرحناها المفروض اللي سبع معيش صرح بالنسبة له الكلام ده تافه قوي خرفيا حل مدي لك ابسط حالة ممكنة ما زي ما صعبش عليك ما قال لك مثلا تجيب الجهد على الطرفين دول وتعاوبة في قانون ال DeltaV اللي كنا جابينه للطويل شوية ده لا ده سهل عليك قال لك في حالة null اللي هو البصة هيكون بصفر قلنا ساعتها بنعمل القانون بتاع ايه في حالة null detection لما يكون الإراءة اللي في النص نوع قراءة صفرية بيقى في علاقة بين المقامات يمكننا حافظها بطرق كثيرة انه دف ده بيساوي دف ده دي طريقة للحفز انا حافظها باني مجموعة الارقامي بيكون خمسة R1 في R4 415 بيساوي R2 في R3 مجموعة الارقام برضو خمسة عشان ما تعكش يعني اللي هو ايه تعش تقول R1 بلا مع 3 ولا مع 2 وتعط ايه تخبط دي العلاقة اللي بتوصف ايه لما يكون الدلتا فيه بصفر لما يكون ديتكتور ده قاري صفر هم يتديلك ثلاثة من نهم وقال لك ان انت بحالة النل يبقى اللي 4 بكام حط القيام حط الر3 دي بـ 1414 حط الر4 ده المجهول اصلا مطلوب حط الر2 بـ 448 حط الر1 بـ 227 احسب الر4 وستطلع معك بـ 291 حلوة 297 واحد اصف اتأجى القرية من جديد تعالى بص المعلومة دي ملحل لازمة اوية ی يعمل حاجة سهلة اوية بص بيقولك ايه اخدناها زمان في اول شابتر خالص حاجة اسمها Self Regulating يعني ايه النظام اللي بيعدل نفسه بنفسه اللي بيثبت عن دقيقة معانة بمرور الوقت من غير ما نعمل له اصلا زي درجة حرة الغرفة لو درجة حرارة الغرفة حضرت فيها جملة نار أو حضرت قطعة تلك ستبرد الأوضة أو ستسخنها لو أنا لدي أوضة دعنا نقول أوضة جميل ستسخن جداً فإنه يحصل؟ هل ستسخن في الأوضة؟ ستسخن؟ بس هل ستسخن لإنفينيتي؟ يعني أنا ستسخن لحد ما نموت كلنا؟ سيأتي في وقت والحرارة تسخن كلها ويبقى شكلها منساجم مع بعضه مثلاً عند درجة كانت خمسين دلوقتي بقى ثمانين أيوة ثمانين وسبتت عند ثمانين طبعاً سبتت عند حاجة لوحدها without control من غير ما أنا أتحكم في الموضوع هي مع الوقت سبتت بمرور الوقت التي تثبت لوحدها هذا ما نسميه self-regulating يعني النظام يعدل نفسه بنفسه regulating يعني ضبط أو تعديل فالذي في self-regulate هذا هو يوصل لقيمة certain value أو قيمة معينة بمرور الوقت without control يبقى هذا اللي يجب الصح وهو يقول لك يعني إيه self-regulating ببساطة جديدة هل نعمل هذا في control؟ لا نقول أنه هو self-regulating يعمل كذلك بنفسه بمرور الوقت يوصل لقيمة معينة مثل ماذا؟ زي حاجة كثيرة جداً في الدنيا دي عموماً لو جيتت تخيل مثلاً النهر النهر اللي يمشي يمشي موية ده هذا هذا self-regulating لماذا؟ بمرور الوقت مهما الدنيا يتمطر يبدأ يعلى كله مع بعضه لحد يوصل ل certain value معينة ويثبت عنده ليس يفضل طول الوقت تبع عملية علاية علاية هنهزر كده نفس الكلام في درجة حرارة الغرفة لو أحطت مؤثر للتسخين أو للبرودة وقطعت المؤثر ده هيفضل يحصل تغير تدريجي ويموت التغير ده لحد منوصل ل certain value أو يعلق لحد منوصل ل certain value قيمة ثابتة هاي دي اللي نسميها self-regulating انزل بيقول لك هنا أنا عندي analog sensor بيحول بيحول الفلو بشكل خطي لطيار بيحول الفلو في ضخ فيه حاجة بندخها بندخ هوا مثلا بحجم معين لكل ساعة حلو؟ 300 متر مكعب في الساعة بيحول الكارنت من صفر لخمسين ميلي أمبار بيقول لك العلاقة لينيار دي أهم نقطة يعني لينيار يعني أقدر عمل ريشيو كلام البسيط بتعزمان لو أنا دخلت صفر ضخ صفر هاي ديني صفر طيار طيب دي مش نعملها دي مش لذيذة طيب ولو دخلت 300 هاي ديني خمسين يبقى لو دخلت 300 بجيب أي علاقة أفش فيها كده بسرعة 300 متر متر مكعب لكل ساعة هيديني 50 ميلي أمبار بيقول لك بقى عند 225 ضخ 225 فلو هيكون كم أمبار ما انت قلت لي علاقة لينيار فالينيار دي قدر عمل على علاقة دي قدر عمل لانا عملتها بالظبط فشوف اللي هنطلع هنا كام يبقى الآي اللي هنا دي هتساوي الطيار اللي هتطلع هنا دف دع على ده يطلع لك الطيار كام انا مش فكرة الصراحة امسك 50 225 على 300 هيطلع الناتج 37 ونص حط نفس الوحدة بتاع تلفو ايك ميلي أمبار لانك ما يعني اهملت الوحدات فطالما ده هو ده يبقى الوحدة اللي هنا هي تطلع نفس الوحدة اللي هنا طالما انت محولتش حاجة واحد يقول لي انت ده حفظ انت يعني ايه الريشو دي ايه علاقة ده باللينيار ولا انسى كل اللي حصل اللينيار دي يعني ايه؟ يعني عندي الفلو بيتناسب مع الكرنت تناسب ترى تناسب خطي فانو فرضنا الفلو ده اسمه Y والطيار ده اسمه X مثلا يبقى ال Y دي بتساوي سلوب معين في ال X زائد ثابت مش دير علاقة اللينيار انت تعرفها في حياتك طيب لو انا قلتلك عندي عندي Y1 حلق Y1 بيساوي اللي سلوب في X1 زائد C زائد ثابت معين و Y2 حالة تانية خالص يعني بيدي طيار اولاني وده فلو تاني هيدي طيار تاني ما فوقنا نعكس المتغيرين مكان بعض لان يبقى ديبندنت وانديبندنت يعني فوق ده هو الفلو بيأفكت على الطيار فانفوق ده يبقى الطيار وده يبقى الفلو بس فوقها ثلاثة ممن فيه متغيرين وخلاص M X2 زائد C اطرح الاتنين بعدها تلاقي C كنسلة C حلق ويطلع لك ان Y1 ناقص Y2 بيساوي M في X1 ناقص X2 طيب اسم اسم الطرفين دول على بعض X1 ناقص X2 سيديك رقم ثابت ده اللي حم نقول يعني ايه رقم ثابت يعني اقدر اعمل رشاة بينهم يعني اقدر اقول ان الفرق ده وعلى الفرق ده بيساوي بعضهم فعشان كده ونروحنا عاملين ايه قلنا قيمة Y1 تودين لل X1 فبالتالي قيمة Y2 تودين لل X2 اقدر احسب X2 ازاي من العلاقة دي بالضبط قال امين داف دعلة ده هو ده اللي حنم سعبنا نعمله فيجاية من العلاقة اللي يرقسم فوق لو عملتها فوق سيطلع كلامنا صح فاهم الفكرة فا كده إيه كده خلصنا لا فيش حاجه ثاني مثلا لا في سؤال ثاني ترد السؤال ده بيقولك في في اللاوباس فلتر اللاوباس فلتر اللاوباس فلتر اللاوباس فلتر اللاوباس يعني يعدي اللاوباس يعني يعدي الآليلة وييجب عن التردود الععلي هيشيلها ويقوم لها إيه؟ يقوم لها FREQUENTAY يقول لك بقى لو قلل سم That if time-off frequency قصنايا So a lower cutoff frequency ولو قللنا الفيسي إيه ماذا يحصل؟ للسجنال و Schweiz والذي conquest للتردود العالية والتردودات الأصلي العادية بماسطة، أكيني ساي تقول لك لو ما قلل الفيسي ماذا يحصل للمقساة الكعوبية على الفي اني اxual اخر فM فالقانون 2013 كان 1 ع شر و والち ذوي فعلى الكل تربيع. صح كده. لو انا قللت ال F. فقللت المقام هنا. فبالتالي كبرت هذا. كبرت هذا الكسر. يعني كبرت المقام ككل. يعني صغرت النتج النهائي. يعني صغرت ال Vout على ال Vn. لو كانت ال Vout مضروبة ثابت في Vn. الرقم من هنا ده انا صغرته. صح كده. صغرت الرقم من هنا. فانا ايه اللي حصل كده? صغرت ال Vout. ال Vout هذا هل ال Vn هنا قالي. هي الستجنال بتاعت مني؟ لا. لسوأ تردودات عالي اوليه انا صغرت كله. انا بالبرد كاها شفتت الكيرف كله بحسي بقى كل التردودات كل الاول بطوة صغرة. هو ده بالضبط. فنقول انت عملت مزيد من التضعيف او التوهين لمن؟ للنويز ولل اتنين مع بعضه. والدليل تعال كده اتخيل شكل الكيرف بتاع زمان. اولوها اتقصى ما اخدتوش لسه معي بس اوها اتخذتو زمان مع حد بقى من ثلاثة ايام او حاجة. حلو. اللو باس فلتر كان بيعمل ازاي كان بيعاندي التردودات الاوليه بيعملها امرار بيعديها عد وبعدين يبدأ يقلم على الوقت يقلم على الوقت لحد المنترودات العالية يقترب من الصفر. ف Trail Fc على X. حلو اللي Fc على X هي المكان اللي بيخليute فين على V Y يك blues. هذا معنا كلمة F c اساسي. فاصلوا ارung Belman will be hisepadah and wonll be equal to u. فأings AF sc constituterians للأستمرار ده سأخرين تصغير للأرم I mean lower CC. ليس بعد الفي هذا القبيض على مثلا. ماذا يحدث في هذا الكيرف؟ المفوض أن هذه العلاقة يتبند على F-C أساساً المفوض أن هنا F على F-C فقالنا فقط مجازاً أن أقولها F-C فهذا يتبند عليها فلما صغر قيمتها كما قلنا، هذا الكيرف يحدث له ماذا؟ V أوت على VN هذا صغر أيضاً فتجد الكيرف كله تحول شكله للمنظر الحالي بقى شيئاً كده وحاول يمين شوية مهم أنه حصل فيه شوية تحورات كما أنت ترى صغر؟ نحن حسبناها من العلاقة بالرياضة كده تلعين أنها صغر؟ جميل؟ هذا معنى إيه؟ هذا معنى أن الذي كان ترددته عالية هناك النويز الذي كانت ترددته عالية هناك قيمتها صغرة عن السابق أو كبرت؟ صغرة خالص، انظر الـY لو كانت مثلاً مثلاً 1 من 10 هناك كان الكيرف وصل لها عنده 1 من 10 تلاتي ووصل له وهو ميت فكده قيمة النويز قلت قيمة V أوت على VN عند النويز قلت يعني More attenuation قلت دي يعني More attenuation مزيد من النقصان طيب والذي كان هنا زمان مثلاً في مكان قريق في التردددات والليلة حتى اللي هي السيجنل كان زمان شايف حاجة بمنظر ده دلوقتي شايفها بمنظر ايه المنظر ده فأنت كله يصب في أنك تكون فيها من الريليشن دي وتشوف لما الـF-C-L ماذا يحدث في التوتر؟ أو ده وجهة نظري الصراحة لو عندك حل آخر ودهو في التعليقات ونتبسط يعني وكده كده أنا أشرح كل ده تاني بالتفصيل بالتفصيل الدرس نفسه هشرح في الدرس الجاي بتاع الفيلترز فدعوتك أن يجي على خير لأنه برضو هحاول أختصر فيه لأن المتر مقرر أنا لو خدت راحتي في الشرح المضاهب أمختلف تماماً بسؤالي يعني الوقت دايق فعلاً يعني فعلاً لو خدنا وقتنا في الشرح وطلعنا لحاجة نظيفة تطلع المستوى تاني خلاص فدعوتك كده خلصنا أظن ولا في واحدة تانية دي خلاص عملنا دي عملنا كله تعمل خلاص اقرأ بالإيه خاتمة ونقرأ مع بعض أحسن لأن الوقت صغير فبيقول إيه الشاعر أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمري لقد كلفت وجداً بأحمدي وإخوته دأب المحب المواصلي فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها وزيناً لمن ولاه ذب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافلي فأيده رب العباد بنصره وأظهر ديناً حقه غير باطلي لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل صلى الله عليه وسلم سلام عليكم